اشتركوا في القناة سؤال شائع كثير وفي ناس كثير بتحكي عنه هو كيف انت على برجك تستخرج الأسماء الحسنة أسماء الله الحسنة وكيف انت تحسبها وانها بتتوافق مع اسمك ولا لا والآية القرآنية بتتوافق مع برجك ولا ما بتتوافقش وكيف تقرأها وتكراراتها وتعداداتها والأشياء هاي كلها وكيف تستفيد منها طبعا هذا علم كثير الكل بحكي فيه وكثير من الناس طرحته وتناقشوا فيه وناس اتبعته ولكن أنا بقول انه هذا العلم مش صحيح أو مغلوط أو متداخل شعب الدنيا كلها وسرقوا العلم هذا اول اشياء هدولا اللي بغضوا هذا العلم او اللي بيشتغلوا على هذا العلم اكثر ناس اللي هم الصوفيين او المتصوفين هدولا هم اللي بيستخدموا التعداد او التكرار في التسبيح او في اسماء الله الحسنة باعداد على حسب حساب الجمل لكل اسم من اسماء الله الحسنة الها طريقة حساب وكل اسم اله اعداد او اله عدد بتكرر فيه فعشان هيك بيكون له تكرارات بعدده وفي مضاعفات لاله على حسب حساب الجمل الصغير وعلى حساب جمل الكبير اما بالنسبة لان اسماء الله الحسنة هي تسعة وتسعين اسم فهذه معلومة خطأ هم اجتمعوا العلماء على انها تسعة وتسعين او ثبتوها على تسعة وتسعين انتقاءا من عدد اسماء الله الحسنة اللي متكررة او اللي موجودة فهي لأقواها وذكرها واجتمعوا بعض العلماء على تثبيتها انها تسعة وتسعين ولكن اسماء الله الحسنة ما الها حصر ولا الها عدد فعشان هيك عددها كبير وملهاش حصر ما حدا يوخذ بكلام انها بس تسعة وتسعين ويصير يجادل على انه هذا الاسم من اسماء مش من اسماء الله الحسنة وهذا موضوع شائك كثير ما بنا ندخل فيه لانه هسا بدهم يطلعوا بعض الاشخاص اللي يعني متزمتين شوي ما بدهم يستخدموا عقلهم فيهاجموا واللي بيقول لك لا ما هو عائدك هاي مكتوب على ايدك اليمين ثمنتاعش وعلى ايدك الشمال واحد وثمانين طيب فيه ناس مش موجودة الارقام هاي يعني هذولا ما الهم مش في اسماء الله الحسنة يعني ما بدنا ندخل بجدالات ونقاشات في هذا الموضوع ولكن هذا الله عز وجل ما بنحصر بعدد يعني هو الاول وهو الاخر بكل شيء فعشان هيك ما يجي واحد يقول لك انه لا هاي تعدادات انت بتوخذ هاي الاسماء ماشي 99 اعتمدها كاساس ولكن الها حساب جمل والها اعداد والها طريقة وان شاء الله راح اعمل لكم حلقات عليها ولكن مش الان وهاي الها طريقة للتسبيح للذكر وللامور هاي الايات القرآنية نفس الشيء الها الاية نفسها تنحسب حساب جمل بتطلعت اعدادها للآية هاي وبصير تكرارها بعدد حساب الجمل الموجود هي اجتهادات ومجربات اشخاص كثير تجربوها وانطبقت معاهم وزبطت معاهم واجت ولكن على العلوم اللي نقلوها انه حطوا اسماء جديدة وربطوها باسمك وعدد اسماءك واحرفك مش عارف ايش ترتبط مع الاسم الفلاني اسمك لا يرتبط مع اسماء الله الحسنى اسماء الله الحسنى مفرد تماما مفرد تماما متوحد تماما بعظمتها وجلالها لا تقترن بالانسان فعشان هيك اللي بيجي بقولك هذا الكلام هذا كلام خطأ هم اخذوه من الصوفية لان الصوفية بيشتغلوا على حساب الجمل الصغير والكبير وإلهم تعداد وتكرار لهاي الاسماء في تسبيحهم فعشان هيك ما تقرنوها بانفسكم ولا تسمحوا لحد يقرنها بانفسكم هذه وحدة اثنين لما تيجي انت بدك تعمل ورد او بدك تعمل قراءة او بدك تعمل تسبيح ما يعني ما تتقيد بكلام شخص انه يربطك بآية وتترك باقي القرآن كل آية في القرآن على حسب مضمونها على حسب مضمون الآية على حسب الكلمات اللي موجودة فيها تستخدم فيها يعني آيات التحصين زي الحفظ والحافظ وحفظا من كل هاي الآيات تستخدم للتحصين الآيات وينسفها الله نسفا يعني هاي تستخدم لأي اشي متزايد زي الحب والدرن والاشياء اللي زي هيك بتساعد على عملية ازالتها ولكن مش بتزيلها يعني انت تتبارك بآيات القرآن فيها آيات المحبة آيات الجمال آيات كلها هاي موجودة في القرآن فانت استخدمها كأنك انت بتقرأ من كتاب الله وكل آية على حسب مضمونها اذا انت حاب تأخذ مثلا طريقة انك تتخصص فيها وهي مجربة كل آية موجودة هاي الآية تجدها للاستعاذة استعذ بالله بعديها من الشيطان الرجيم واطلب منه الحماية الآية الأبعديها للتقرب اطلب التقرب من الله عز وجل ولا اجل انه يرحمك الآيات اللي فيها دعاء امن عليها وادعو بها كمان بتزيد من قوتك ومن طاقتك فعشان هيك هاي الأشياء ما تحصر نفسك الشيطان اللي بدي يحصرك ويحطك في ضائق او هذول الناس ما عندهم الا هواهم فعشان هيك ما تأخذ في هذا الموضوع اما الاسماء هاي في اسماء من اسماء الله الحسنى مثلا مثلا زي الجبار قالوا انه هذا اسم الجبار ربطوه في الوتد وتد الظهر اللي هو العمود الفقري وقالوا انه اللي عندهم الام في العمود الفقري لو كرروها بجملها على زيت مثلا او على شيء ودهنوا عليها فممكن انه تساعدهم بالشفاء يالوا مثلا عنده ضعف بالسماء انه يقرأ مثلا على زيت ولكن ما رح اذكر الزيوت هاي لانه ممكن نعمل اشي كامل عن هذا الموضوع ونشرحلكم اياه فهذا الزيت مثلا تقرأ عليه يا سميع يا سميع يا سميع بتعددها بعدد حسابها الجمل وبتستخدمها للتبارك فيها بالاستشفاء مع الدواء ما تجرد الدواء الأساسي ممكن تقرأ على الدواء نفسه وتستخدمه فعشان هيك علم الأسماء أو الأسماء الحسنة إلها بركة وإلها نورانية وإلها روحانية عالية جدا ممكن انت تستفيد منها ولكن ما تربط اسم عن اسم يعني ما تتقيد باسم عن اسم لازم تأخذ كل فترة باسم وتعمل تكرارات وتستمر عليه لأجل انك انت تعمل زي ورد لا إلك خلص خلصت منه بتنتقل الاسم اللي وراه الاسم اللي وراه كل اسم له شيء مميز فيه وأسراره عظيمة جدا فيه على الفيسبوك أنا عملت مجموعة موجودة على الفيسبوك اللي حاب انه يروح يقرأ مثلا بحب القراءة يدخل على صفحتي على الفيسبوك هيها موجود رابطها في صندوق الوصف يدخل على القوائم أو القنوات في عندي قائمة موجودة اسمها معاني أسماء الله الحسنة تفتح على الاسم تقرأ بتشوف معاني عشان تفهم إيش معنى أسماء الله الحسنة وهي أشياء مش سهلة أنه يعني أنا بعرف أنه ناس كثير بتخربط بالأسماء لأنها ما بتفهم معناها لازم تفهم معناها قبل ما تمسك الورد عليها طبعا مدي ينط واحد يقول لي أنت شو عرفك في هذا الموضوع أنتو تبعين الفلك شو دخلك في هالجصة خليك في الأبراج فكك من الدين لا يا حبيبي أنا رجل دين من عمر 11 سنة أنا حافظ لكتاب الله قبل ما أنت تناقشني إذا حافظ كتاب الله ناقشني غير هيك ما بناقش اللي أقل مني هذا واحد اثنين إحنا كعائلة بديش أقول لك إحنا مين إحنا عائلتنا هيك إحنا جذور الدين يعني نورث الدين توريث بمعنى أنه لازم تكون حافظ كتاب الله ولازم تحفظ الأحاديث الصحيحة ولازم تتعمق بقواعد اللغة العربية قبل ما تدرس أي تخصص ثاني بدك تعرف إحنا عائلتنا مين إحنا جذورنا من آل البيت إحنا المناعي وبتقدر تكتب المناعي وتعرف جذرنا لآدم عليه السلام فعشان هيك ما تناقش في هذا الموضوع ما تدخل معي في نقاشات أنت جاهل فيها إلا إذا كنت صاحب علم وعندك الحجة والدليل فأنا مستعد أني أنا أناقشك في هذا الموضوع أما خلاف هذا الموضوع فرجاء اكتب تعليقك شو ما كان أنا ما رح أناقشك فيه وما رح أرد عليك فيه أنت مقتنع في هذا الكلام تأخذ فيه مش مقتنع في هذا الكلام ردوا يا أخي ردوا ولكن ما تعمل نوع من أنواع إثارة الفتن والخلافات وتشتيت الأمة بنقاش بدون علم وبدون قاعدة معرفية عالية خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الأحد 14-6 القمر رح ينتقل لبرج الحمل طبعا احنا في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بدأ من يوم أمس يعني من توقعات الأمس من الساعة 12 و44 دقيقة عصرا واستمر يعني رح يستمر لبعد الحلقة هاي اللي احنا فيها طبعا يوم أمس اللي هو اليوم ولكن في ساعات العصر ولكن احنا بنقول يوم أمس لأن حلقتنا باسم يوم الأمس فعشان هيك خلو المسار هذا بلش الساعة 12 و44 دقيقة عصرا ورح يستمر لغاية الساعة تسعة ودقيقتين مساء بعد الحلقة هاي يعني تقريبا لمنتصف الليل بتوقيت الأردن وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة اللي إحنا رح نحكيه الآن بما أنه القمر رح ينتقل للحمل ساعة 9 ودقيقتين حكينا مساء معناته هو رح يكون في أول منزل إله وهي منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهو سيء جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بهاي الفترة هي جيدة فقط لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر طبعا بالنسبة للقمر حكينا أنه موجود في الحمل وبما أنه موجود في الحمل معناته تأثيرات وعلى جميع الأبراج في هاي الفترة بتشعر بطاقة كبيرة للعمل للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا وممكن نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا أنه هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر يعني بالحمل يستحسن إجراء فحص للعيون فإذا استدعى الأمر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب طبعا أنا ما بنصح فيها لأنه وضع الكواكب في تراجع فلو كان الأجواء إيجابية بنصحك في هذا الموضوع وممكن إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما وطبعا اليوم مناسب جدا لأمور التزيين يعني قصة الشعر والأظافر والأمور هاي بسبب إنه في عنا زاوية رح نحكي عنها بعد قليل طبعا بالنسبة لموضوع الدواء اللي احنا حاكينا عنه عن الزاوية اللي تشكلت يوم أمس في حلقة الأمس فينا سألوني شو يعني هاي الخربطة هي بصير نسيان في عملية أخذ الأدوية فبتصير أنت مش عارف أنت أخذت الجرعة أو ما أخذتها فممكن تأخذها مرتين مضاعفة فأدسي لك ممكن يصير تسمم غدائي ممكن يصير تسمم دوائي فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد على الأدوية وأوقاتها وتفرزها بشكل جيد وتسجل على ورقة أنك أخذت العلاج أو ما أخذت العلاج وهاي الزاوية مستمرة كمان أسبوع قادم بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح تتشكل اليوم اللي هي بساعات المساء تقريبا بتكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر وزحل زاوية إيجابية رح تكون الساعة 11 و11 دقيقة مساء بتوقيت يعني بعد انتهاء خلو المسار يعني بمعنى آخر بتزيد بالأردن ثلاث ساعات عليها بتصير الساعة 2 و11 دقيقة فجرا بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية اللي حكينا قوية بالنسبة لأمور التجميل وهي طبعا ذروتها الساعة 12 و23 دقيقة قبل العصر هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والزهرة طبعا هيا رح تكون بمنتصف النهار أو قبل العصر فتأثيرها ببلش من ساعات تقريبا يبلها بخمس ساعات وبعدها بخمس ساعات ما بين زاوية منفصلة لحديث ذروتها اللي زي ما حكينا ساعة 12 و23 دقيقة بتوقيت جرينيش بتأجج العاطفة تجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم ويعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم أما بالنسبة للقمر حكينا القمر في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم 16 6 رح يكون في تمام الساعة 12 49 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش ورح يستمر لغاية الساعة 9 و35 دقيقة ظهرا لا ينتقل القمر بعدها للثور عمر القمر القمر انحسار الهلال 23 يوم في تمام الساعة 11 ودقيقة مساء بصير 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى 26 المزاج ممتزج القمر في الحوت والحمل حتى 16 المزاج ممتزج العطارد في السرطان حتى يوم 18 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى 25 6 مزاج ومنتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 6 المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى 12 9 مزاج ومنتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 7 مزاج ومنتحس أورانوس أورانوس في الثور حتى يوم 15 8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23 6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل فيقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة تسمع جواب كنت انتظره تحرك وما تنتظر إنها تجيك الفرصة لعندك حاول أنك أنت تروح للفرصة هاي وتستغلها وما تضيع الوقت يعني هاي بداية جديدة بالنسبة لأ إلك أما بالنسبة للبيت الثاني بما أنه القمر موجود في البيت الأول وهو في برجك فمنحكي عن البيت الثاني طبعا بالنسبة للوضع المالي أن اليوم بكون فيه نوع من أنواع الضغط المالي نوع من أنواع المصريف أو الدفعات أو الاهتمامات المالية أو الانشغال بترتيب أوراق مالية أو دفعات أو أشياء من هذا القبيل ولكن الأهم إنك أنت تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشط بالحركة بالاتصالات عندك يعني شغف للتواصل اهتمام بالسيارات أو بالتليفونات أو بالتكنولوجيا ممكن يكون لك نوع من أنواع النقاشات أو التسويق لعمل معين أو محاضرة أو مؤتمر أو أشياء من هذا القبيل وفيه منك رح يكثر للزيارات أو التنقلات خلال هذا اليوم فيه منك رح يكون له تعامل مباشر مع أخ أو جار برضو بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع على وضع البيت ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التوترات أو التحسس أو أخذ ما هيك بتأخذ على بالك أو على خاطرك من تصرف أحد أفراد العائلة أو الأبناء ممكن تحتد أو تعصب أو ممكن تنشغل ببعض الأمور البيتية اللي بتكون مرهقة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي ممكن تعمل لك نوع من أنواع التقارب مع الحبيب أو مع الأحبة أو مع الأبناء وممكن برضو يكون في مجال لممارسة يعني بعض الأمور اللي كانت صعبة في الأيام الماضية اليوم تيجيك نتائج أو إجابات جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء شوي فيها نوع من أنواع التقلبات ما بين روتيني وعادي روتيني تقلب خلال هذا اليوم فعشان هيك شو منقول لك منقول لك أنه يعني ما ترهق حالك كثير بالأعمال بما أنه متقلب الجو حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة يعني ما تجهد حالك كثير وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي ممكن يتراكم عليك بعض التعب أو الإرهاق أو تشعر ببعض الألام العابرة اللي لها علاقة بالعضلات أو بتوترات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة فعشان هيك برضو بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن نقاشات حوارات شريك المال شريك العاطفة بين الأزواج يعني بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم ولكن بدك تحذر في لحظات معينة ممكن يكون فيها سوء تفاهم أو نقاش معين في موضوع معين يخليك شوي تحتد أو تعصب أو تتقلب في مزاجك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور روتينية على مستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابية ولا سلبية خلال هذا اليوم فبس هي أمور حسابات أو مراجعة حسابات أو شيئا من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن يحمل لك اليوم خبر سار بيجيك من بعيد أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد طبعا جزء قليل من موليد برج الحمل جزء قليل ممكن يسمعوا خبر سيء يجيهم من خارج البلاد أهمش اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا ويدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت العلاقات الاجتماعية وبيت العمل فهو جيد بيدعمك خلال هذا اليوم فممكن أنت تستغل اليوم لتقديم طلبات عمل أو سي في أو مقابلات أو مناقشات فهي جيدة واللي بيعملوا برضو اليوم بيحققوا إنجازات وممكن يحافظوا على إنجازاتهم وبرضو ممكن يكون لهم تعامل مع زميل أو رئيسهم بالعمل وممكن يكون لك علاقة ما بينك وبين أحد الأشخاص اللي أنت بتثق فيهم كإنجاز بعض الأعمال بطريق الدعم أو الواسطة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء وبيعمل نوع من أنواع التقارب مع أصدقاء أو معارف ممكن دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء وهذا الإشي جيد رح يعزز بعض الأمور الإيجابية لإلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور تقريبا على ما هي خلال هذا اليوم فعشان هيك يعني خفت الضغوط عليك بشكل ملموس ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وهاي بتدعمك في بعض الأشياء اللي رح تكون لصالحك برج الثور يوم بيتطلب منك عدم المبالغة في جهودك أو جهدك الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهداء الوتيرة وبتتأخر النتائج ممكن مضائع أو معاملات كلها هاي تتأخر وممكن تشعر ببعض الخيبة تظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما تتوقع أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه بيت المتاعب الآن القمر موجود فيه فمعناته البيت الأول تلقائيا رح يعمل لك نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي ويعمل لك نوع من أنواع التقلبات فعشان هيك بدك تدير بالك من حدية المزاج والعصبية أو عدم الثقة بالنفس أو الإهمال بواجباتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الوضع المالي برضو اليوم ضاغط ممكن تظهر بعض المسائل اللي فيها دفعات أو التزامات أو اهتمامات مالية بشكل سلبي تضغط عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تدير بالك وفي نفس اللحظة ما تحاول أنك أنت تغامر بعموالك أما بالنسبة للبيت الثالث يعني تقريبا الأجواء روتينية ممكن تحمل لك بعض الأمور يعني فيها نوع من أنواع الصعوبة في ساعات الصباح بدك تدير بالك أثناء تنقلاتك وأثناء حواراتك من العصبية ومن الحوادث برضو بدك تنتبه يعني من ردات الفعل السلبية هاي باقي اليوم تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لوضع البيت وضع البيت إجمالا في نوع من أنواع الضغط وهو مستمر مش بالشكل القوي ولكن أنه في ضغوط موجودة ممكن تحسس منك عدم يعني الاهتمام براحتك أو بتعبك هذا الإشي يأثر عليك سلبي أو أنهم يشعروا معك فعشان هيك ممكن تحتد وتعصب خلال هذا اليوم أو تأخذ على خاطرك ممكن يكون عندك بعض الالتزامات أو بعض الأعمال أو بعض الواجبات المهمة اللي لها علاقة بالعائلة أو بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فهو الروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم بيتعاملك مع الأحبة بكون روتيني ولكن إحذر في ساعات المساء يعني من ردة فعل سلبية أو عصبية ممكن تعصب على أحد الأبناء أو تأخذ على خاطرك من الحبيب أما بالنسبة لبيتك السادس فبرضو بيحمل لك في ساعات الظاهرة نوع من أنواع الضغط السلبي يلي ممكن يأثر على صحتك أو يأخر عليك بعض الأعمال فعشان يك بدك تركز بشكل جيد ما تهمل واجباتك وفي نفس اللحظة بدك تركز من الأخطاء أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد بيدعمك على مستوى الشراكة ولكن في لحظات بتقلب المزاج وبيحمل لك ردات فعل سلبية أو تتحسس من تصرف الشريك وخصوصا الأزواج إما لإهماله أو تقاعصه بالاهتمام فيك أما بالنسبة للبيت الثامن فعى مستوى الأموال المشتركة بيحمل لك نوع من أنواع الضغط أو التوتر خلال هذا اليوم إما بتظهر بعض المسائل المالية أو ممكن أنه يتأخر أمور إلها علاقة إما بفوتير أو التزامات أو دفعات أو مبلغ بتكون موعود فيه بتأخر خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع برضو الأجواء بتحمل نوع من أنواع الحدية الحدية هاي بتيجي إما على نقاشاتك أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة فعشان هيك اللي عنده امتحان اليوم بدي يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى العلاقات العامة والعمل تقريبا جيدة بتدعمك فعشان هيك سمعتك ممتازة أهم إشي أنك أنت تحافظ على دوامك ما تتأخر عن الدوام وبرضو إنجز الأعمال المطلوبة والضرورية وما تخليها تتراكم عليك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء ممكن يكون لك لقاء في ساعات ما بين الظهيرة والعصر ما بين الأصدقاء أو معارف أو لقاء أو اتصال مهم أو ممكن تتلقى خبر جيد خلال هذا اليوم بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني بما أن القمر موجود أساسا في بيتك الـ 11 معناته البيت الأول بدعمك بقوة فنفسيتك اليوم ممتازة يعني عندك ثقة عالية بالنفس برضو عندك قدرة على التحركات وإنجاز كثير من الأعمال ولكن احذر من بعض الإحباط اللي ممكن يصيبك في ساعات الظهيرة أو ما قبل الظهيرة حتى أما بالنسبة لبيتك الثاني فعلى المستوى المالي ممكن مرهقك موضوع مالي أو مصاريف أو دفعات أو التزامات تمسببت لك نوع من أنواع الإرباك ممكن تظهر بعض المسائل خلال هذا اليوم قسم منكم ممكن يحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن تكثر المصاريف أو الالتزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى التنقلات والتحركات ولكن مرغم إنها جيدة ولكن نقول لك أثناء تنقلاتك بالسيارة تحديدا انتبه وركز بشكل جيد ما تتهور وما تندفع أثناء نقاشاتك الأمور جيدة ولكن ما تخلي صوتك يعلى يعني خلي نقاشك بطريقة ودية بدون عصبية وحدية بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الضغوط أو الالتزامات أو المكاشفات أو بعض الانشغلات اللي ممكن تكون بعضها متعب بالنسبة لإلك أو مرهق ممكن أحد الأشخاص يدخل بشؤون حياتك أو يسمعك كلمة فاتزعجك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء يعني متقلبة خلال هذا اليوم ولكن بغلب عليك اليوم الحركة والنشاط كنزوات أو لقاءات أو أشياء من هذا القبيل أما على المستوى العاطفي فالأجواء متقلبة ممكن تحمل لك في ساعات الظهر وساعات المساء نوع من الحدية في الطباع أثناء تصرفك أو تعاملك مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة فممكن تكون الأعمال كثيرة ومجهدة خلال هذا النهار فتحس ببعض الإرهاق أو التعب وفي نفس اللحظة يعني ممكن إنها تتراكم عليك الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل وبرضو راقب وضعك الصحي من التقلبات أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي برضو بيحمل نوع من أنواع الحدية إما أنه سخط على الشريك اللي هو شريك المال أو العاطفي زي الأزواج بسبب إهماله أو تقصيره أو لأنه إلك متطلبات وهو بتقاعس عن تنفيذها فعشان هيك ممكن اليوم هذا يعمل لك ردة فعل سلبية يعني تكون إشي يسبب لك بعض العصبية في المزج أما بالنسبة لبيت الثامن برضو بيحمل ضغط على المستوى الأموال المشتركة كالتزامات إما إلها علاقة ببنوك أو إلها علاقة بمؤسسات حكومية زي ضريبة وتأمين ودفعات من هذا الجانب وبرضو ممكن تهتم لتحصيل بعض الأموال خلال هذا اليوم ولكن ممكن إنها تتأجل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأوضاع الجيدة وممتازة على مستوى الاتصالات البعيدة فممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تهتم ببعض المسائل بتواصلك مع أشخاص معارف أو تطمئن عليهم ممكن يصلك خبر جيد من خارج البلاد اللي عنده امتحان جامعي بس بده يركز بشكل جيد إذا عندكم قضايا اهتموا بالأوراق والمعاملات القانونية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى العمل وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية فهو جيد جدا بيدعمك فممكن اليوم تعمل تحالف مع صديق أو معرفة لإنجاز بعض الأعمال أو للتقديم على عمل معين وهو يدعمك فيها إذا كان هو صاحب منصب أما بالنسبة لبيت العصدقاء فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي مرج السرطان بتظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة برر كلامك ووضع بوضوح بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعم لأفكارك ممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات ما تكون مهمل وما تترك انطباع سلبي عنك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ضاغطة على المستوى النفسي بشعرك هذا الإشي بنوع من أنواع التقلبات بالمزاج أو الحدية أو عدم الارتياح من بعض الأمور فعشان هيك بتقلب مزاجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المال فأنا شايف اليوم بيحمل بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدات ومن نفس اللحظة ممكن تحصل على هدية خلال هذا النهار ممكن تهتم ببعض الأمور القانونية المالية أو ببعض الحسابات أو المطالبات أما بالنسبة للبيت الثالث فبدك تكون حذر أثناء تنقلاتك ما تندفع ما تتهور وبرضو أثناء نقاشاتك وإذا كان عندك مقابلة بدك تركز بشكل جيد الأجواء تقريبا تحمل بعض الفرص للتحرك ولكن مش بالقوة الكاملة اللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضور أما بالنسبة للبيت الرابع فتقريبا على وضع البيت الأجواء إيجابية ممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تسمع خبر إيجابي داعم لإلك وممكن برضو تهتم ببعض الأمور يعني تكون إيجابية ولكن ضاغطة عليك بالمقابل زي واجبات واهتمامات أو تقارب من أفراد العائلة أو أمور مثلا يعني تحمل لك شغلة تكون سعيدة ولكن بدها تعب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الخوف أو القلق أو نوع من أنواع التوتر موحسسيتك عالية فممكن تزعل أو تأخذ على خاطرك من الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم تحمل لك بعض المناسبات الجيدة ممكن أنك تهتم بأمور إلها علاقة بالعلم أو بأمور إلها علاقة بالعمل القصدي أو تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة فهي بتقارب ما بينك وبين الشركاء ممكن أنه لكم يحمل لك مصالحة أو نوع من أنواع الأشياء الإيجابي لتقارب ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو مثلا عمل مشترك أو خبر سعيد بجمعكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى البيت الثامن بتدعم الأوضاع المالية إلك بتجيب لك أو أنك أنت تحل مشاكل لها علاقة بالتأمين أو الضريبة بشكل جيد أو تكون مسائل لصالحك وفي منك رح يحصل بعض الأموال اللي إلو اللي كان إلو فترة مش قادر يحصلها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء متقلبة خلال هذا اليوم على مستوى الاتصالات البعيدة أو التنقلات البعيدة فعشان هيك بدك تدير بالك برضو أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة واللي عنده امتحان جامعي بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء شوي مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات إيجابية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا منقدر نحكي أنه ممكن يتكاثف بعض الأصدقاء أو لقاء أصدقاء أو مساعدة من صديق معين في ساعات الظهر يدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تحذر في نوع من أنواع الضغط فعشانك ما تجهد حالك بالعمال كثير وبنفس اللحظة راقب وضعك الصحي من المفاجآت مثل يعني بعض الأمور اللي لها علاقة بالمعدة بالقولون بالتأساء يعني ذيق تسار دقات القلب أو الشد العضلي برج الأسد بتنشطوا خلال هذا اليوم في أمور اللي علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة يوم مناسب لاجتياز امتحان أو الجراء مقابلة أظهر تعاون أكبر مع الآخرين مع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة للاختبار أو لاختبار تجارب مختلفة بتشعر بالاعتزاز والفخر ما بتستسلم ولا بترضخ للشروط اللي ما بتناسبك أهم إشي إنك تناقش بمنطق بالنسبة للبيت الأول طبعا نفسيتك اليوم أحسن مرتاح مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا بتحاول إنك تنجز كثير من الأمور يعني عندك رغبة للتحرك بكافة الأصعدة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي برضو في نوع من أنواع الضغوطات أو القلق المالي أو الحيرة من مسألة مالية معينة بتحاول إنك أنت يعني ترتب أمورك ولكن برضو في ضغوطات وفي ساعات المساء ممكن يظهر موضوع مالي معين شوير بك خلال هذا اليوم كمطالبات أو استحقاقات أو مصاريف تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة اليوم أنت نشيط حرك بشكل كبير عندك رغبة بالاتصالات وتلقي الاتصالات والأمور النقاشات والحوارات أنت عندك قدرة إقناعية عالية جدا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض المسائل المؤرقة لإلك أو المربكة شوي أو شيء يعني زي أزمة عائلية خفيفة هيك بينك وبين أفراد العائلة أو ممكن أنها تكون أشغال بيتية بس تكون مربكة يعني فيها نوع من أنواع الجهد أو ممكن عطل معين يهتم أو تهتم فيه بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء إيجابية ممكن اليوم يصير فيه تقارب جيد ما بينك وبين الحبيب وممكن كاتصال أو اهتمام أو مساندة في بعض المسائل أو ممكن تهتم أنت بأحد الأبناء ولكن دير بالك في ساعات المساء من شوية هيكي يصير فيه نوع من أنواع الحدية في الطباعة عندك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة يعني شيئا ما مش كثير ولكن أنه ممكن يكون فيه كثرة من الأعمال عندك أو ضغط عمل كثير خلال هذا اليوم أو واجبات فتتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل وفي نفس اللحظة انتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة برضو الأمور جيدة بتدعمك تعملك نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم بشكل جيد ممكن فيه ساعات هيكي تيجي مع بعض العصر يعني للمساء تتحسس من موقف أو من كلمة أو من تصرف يعني شوية تعاتب فيها الشريك أو تعاتب فيها الزوج أو الزوجة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة برضو أنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية أو متقلبي خلال هذا اليوم وفي نفس اللحظة يعني ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوية تكون بدها نوع من أنواع التركيز أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة يعني بتدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى العمل أشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى مؤسسات كبيرة اليوم ممكن إنهم ينجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة زميل أو رئيسهم بالعمل أو ينجزوا عمل يسمعوا من وراء نوع من أنواع الإطراء أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة ولكن في ساعات المساء ممكن يكون فيه لقاء هيك تعصب منه أو تزعل أو تأخذ على خاطرك أو تعتب على صديق معين بسبب سوء تصرفه أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعة الظهر بدك تدير بالك لأنه ممكن تظهر مسألة لها علاقة بالصحة يعني زي تقلب صحي أو شعور بالتعب ولكن مش طويل للمدة يعني ساعتين ثلاثة وبعدين تنتهي كأنه ما فيه شيء وفي منكم ممكن يسمع خبر عن أحد الأحباء يزعجوا برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلاة بشراكة أو تعويض بتوجب عليك عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهما لأوضاع الآخرين وللأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا منقدر نحكي يعني شوي متقلبة على المستوى النفسي مش بالشكل الكافي اللي أنت بدك ممكن تحمل لك نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطباع في ساعات الظهيرة يعني تعصب أو تستفز أو يكون يعني شوي في ردة فعل إليك سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن تحمل لك بعض الانفراجات اليوم أو بعض المساعدات اللي بتيجي على شكل هبات أو مساعدات أو ممكن تيجي من عمل إضافي يعني تحسن من الوضع المالي ولكن في ساعات الظهر ممكن تظهر بعض المصريف أو الدفعات أو الالتزامات أو ضرف مالي ممكن يكون صعب شوي أو تستصعب منه أنت ولكن الأمور ترجع على طبيعتها أما بالنسبة للبيت الثالث يعني على مستوى تنقلاتك واتصالاتك بتكون روتينية على حسب طبيعتك ولكن برضو بتحمل لك نوع من أنواع العصبية في الأجواء ما بين الظهر والعصر ممكن تحتد أو تعصب أو تناقش شوي بنوع من أنواع الطريقة العنيفة أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت يعني في ترابط عائلي أو تلاقي عائلي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن بعض الاهتمامات الجيدة اللي إلها علاقة بالبيت كترتيبات أو مشتريات أو مستلزمات جديدة أو مناسبة على مستوى العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو على المستوى العاطفي يعني تقريبا نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن تحمل لك بعض الأخبار السارة من الحبيب أو من أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو على المستوى الصحي تقريبا نقدر نحكي أو عن مستوى العمل ممكن تنجز كثير من أعمالك بشكل جيد وعلى المستوى الصحي تقريبا الأمور بتحسن إيجابة على صديقة سألتنا قالت عن موضوع إنها هي بتشعر بتعب في موضوع العيون الفترة هاي فترة إيجابية لأي إجراء عملية أو أي مراجعة طبية لأمر العيون فأنا بنصحك تستغل الفترة هاي بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن البيت السابع عفوا فأنا شايفه روتيني على مستوى الشراكة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا لأوضاع مشحونة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن تعطل السفر هذا أثر عليك بشكل كبير أو مأرقك أو أمور العلاقة بالقضاء شوي بنسببت لك نوع من أنواع لإرباك حاول أنك أنت تتجاوز المرحلة هاي بشكل جدي وعملي بدون عصبية وبدون حدية أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العلاقات العامة وعلى مستوى العمل وممكن اليوم تنجز بعض الأعمال وتسمع نوع من أنواع الإطراء يكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو يعني جيد بيحمل لك نوع من أنواع التكاتف أو الترابط مع الأصدقاء أو لقاء أو نوع من أنواع الحوارات الجيدة ولكن بنبهك دير بالك من الانتقادات يعني لا تنتقد لأنه ممكن صديقك يعني شوي يأخذ على خاطره منك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلفي تقريبا يعني بتكون لصالحك برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن ما ممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر من التراجع الصحي ما في أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشدات والتعليمات بتجنب المشاكل وما تتسلط لأن القمر الآن مقابلك مباشرة فبدك تكون حذر على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي اللي هو اللي هو علاقة ب اللي هو علاقة بالأزواج تحديدا أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيا اليوم أنت تقريبا أحسن من الأيام الماضية مشحون بطاقة إيجابية رغم أنه طاقتك ضعيفة ولكن في قوة يعني بتساندك في بعض المواقف بشكل إيجابي وقوي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني على المستوى البيت الثاني بتعمل نوع من نوع الاهتمامات المالية أو التقلبات المالية أو الالتزامات المالية خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض الأعمال اللي إلها علاقة بالعمل الإضافي لتحصيل بعض الأموال أو الهبات أو المساعدات ولكن يعني في مسألة مالية مؤرقة بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة تدعمك في تحركاتك واتصالاتك ممكن اليوم تنشط في كثير من الاتصالات أو تلقي الاتصالات وفي منك اليوم رح يهتم بمناقشة وسهل جدا تقنع أي شخص بوجهة نظرك في ساعة الظهر ممكن شوي يكون فيه نوع من أنواع العصبية أو الحدية حاول أنك تتجاوزها تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت وتقاربك مع أهلك أو عائلتك أو ما يتعلق بالبيت ككل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون فيه تقارب ما بينك وبين أفراد العالي أهم إجنك ما تتحسس من التصرفات ممكن تظهر بعض الأعباء أو القلق على مسألة منزلية ولكن الأجواء إجمالا إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا على المستوى العاطفي وهذا بيعمل لك تقارب ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأحباء وبيحملك اليوم لا بعضكم مش باكلكم بشرة جيدة جدا تدخل السعادة على قلبه أما بالنسبة للبيت السادس بالنسبة الأجواء على مستوى الصحة شوي يعني والعمل يعني ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجز كل أعمالك بشكل كامل خلال هذا اليوم وممكن تظهر بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالصحة تيجي بشكل طارئ أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة برضو روتيني ما في أي شيء ولا لا إيجابي ولا سلبي تتعامل على حسن طبيعتك بالنسبة للبيت التاسع ممكن اليوم تكثر عندك الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات خلال هذا اليوم لكن انتبه أنه أن تكون جاهز لكل شيء إذا كانت أوراق قانونية ما تخلي الأوراق هاي تتراكم عندك وتتزامن إذا عندك امتحان تركز بشكل جيد وما تعتمد فيها على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو ممكن أنك تهتم بإنجاز بعض الأعمال إذا كنت في شركك مثلا بالداوم أنك تنجز بعض الأعمال بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أو ممكن تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها يعني تحملك نوع من أنواع البشرة أو التكاثف ما بين علاقتك وعلاقتك بالأصدقاء تقارب الأصدقاء لإلك أو لقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تكون عندك هاي المناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 شفية المتاعف فهو متقلب خلال هذا اليوم ممكن هي أصعب فترة هي فترة ساعات من الصباح للظاهرة ممكن تظهر لك بعض الضغوطات أو بعض الأمور اللي ممكن تكون مور بك إما على مستوى العمل أو على مستوى الصحة برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل بتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاء كموخذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أن المرحلة بتكون سهلة بتكثر الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة حاذر من مشكلة صحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء يعني تقريبا على المستوى النفسي متقلبي خلال هذا اليوم أو أنت قلقان من مسألة معينة أو تحمل لك نوع من أنواع الارتباك خلال هذا اليوم بدك تحط الوسواس والأمور هاي على الجنب حاول أنك تركز بشكل جيد وإشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فبتلوح بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم اللي بتيجي إما من عمل إضافي أو نوع من الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم رغم أنه في شوية يعني ممكن التزامات بسيطة أو مطالبات يعني حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات يعني تقريبا الأجواء جيدة فعشان هيكي بنقول لك حاول أنك أنت تهتم بهذه الشؤون أو بهذه الأمور بشكل جيد بدون لا عصبية ولا حدية أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء جيدة يعني على مستوى البيت فيه نوع من أنواع الاهتمام أو التقارب أو الموضوع معين بتعلق في أفراد العائلة أو العائلة شوي بلفت انتباهك وبتستدعي اهتمامك زيادة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا يعني الأجواء تعمل نوع من أنواع الود أو التقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم ولكن احذر التسلط أو العصبية أو أنك تشعروا أنك شوي أنك مستاء أو الوضع تبعك مش تمام فممكن أنه يتحامل عليه ممكن يكون لك اليوم نوع من أنواع الاهتمام الجيد بأحد الأبناء أو يجيك خبر جيد أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأجواء ضاغطة على مستوى العلاقة مع الشريك ممكن سوء تقدير أو سوء تفاهم أو ممكن شيء يعني معاتبة أو تصير ما بينكم فتحتد أو تعصب أو تأخذ على خاطرك وخصوصا أنه الأجواء ضاغطة فعشان هيك بدك تدير بالك بعلاقتك مع شريك المال أو شريك العاطف اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون في بعض المطالبات أو الالتزامات أو المراجعات القانونية للمؤسسات المالية زي البنك أو صراف أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف الأجواء تقريبا يعني على مستوى الاتصالات يحمل لك شوية اتصالات بعيدة أو تكاتف اتصالات خارج البلاد ولكن أنه ممكن يعني تحتار أو تتوتر بسبب خبر معين ممكن يزعجك خلال هذا اليوم أو يخليك قلق معين قلق فيه وممكن يكون اهتمام بأوراق قانونية أو معاملات خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى العمل ومؤسسات العملية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يكون له نوع من أنواع التقارب ما بينه وبين زملاء أو رؤساء وبالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة خلال هذا اليوم يعني ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك أو صديق معين ولكن في ساعات الصباح للظهيرة ممكن تزعل أو تأخذ على خاطرك من تصرف أحد الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فبحذرك أنا ندير بالك من بعض الأمور الصحية من تراجع أو تقلبات صحية أو ممكن أنك تهمل بغذائك أو براحتك أو تجهد حالك كثير في أمور العمل فيتراكم العمل عندك أو الإرهاق عندك ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمستشفيات إما إلك أو لا أحد الأصدقاء برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكمان للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدراتك على استعاب الأمور أيضا فترة إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول يعني شايف الأجواء أنا إيجابية بتدعمك بقوة يعني ممكن اليوم حيويتك عالية جدا ولكن من ساعات ما بعد الظهر ممكن أنت تسبب لحالك الكآبة أو الاكتهاب بسبب الأفكار أو التفكير في مواضيع استغل الفرصة الإيجابية وما تشحن حالك بطاقة سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة برضو ممكن تحمل لك بعض الفرص المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من المساعدات أو الدعم خلال هذا اليوم أو تقارب ما بينك وبين أحد الأشخاص اللي أنت بدك منه فلوس أو الطالب بفلوس لا إلك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وحتى على النقاشات ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم حاول أنك تركز بس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى البيت ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن يكون لك بعض التعاون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة يعني زي ما ذكرناها في بداية التوقعات يعني يحمل بعض القوى أو الفرص المناسبة لإلك أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس شوي بضغط على أمور إلها علاقة بالعمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وبرضو ممكن أنه شوي أمور الصحة تظهر على الساحة ممكن تعب أو إرهاق أو أمور صحية هيك شوي تتعبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا متقلبة خلال هذا النهار يعني على مستوى بيت الشراكي فممكن اليوم تستأ أو تغضب من تصرف الشريك ممكن تقصيره أو إهماله يسبب لك نوع من أنواع الحدية في الطبع أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيركز على أمور إلها علاقة بالدفعات أو المصاريف أو الصرافة أمور صرافة بنك تأمين ضريبة بتركز على هاي الأمور ممكن أن يكون في بعض الأشياء الإيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة ممكن هاي شويت تحمل لك بعض الأشياء الإيجابية إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال أو تعاون بينك وبين زملائك أو رأسائك في العمل وممكن تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ففي نوع من أنواع الضغط إما من صديق أو من معرفة أو توتر من علاقة معينة أنت تعرفها يتسبب لك هيك نوع من أنواع العصبية إما أنه بسوء تدبره أو سوء تصرفه يسبب لك نوع من أنواع الغضب أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني فما فيه الشيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم على مستوى بيت المتاعب مرج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج للمسائل المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة ممكن تظهر ضغوط ومتاعب ومعاكسات خلال هذا اليوم على مستوى البيت ممكن تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات أو استفزازات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني هي إيجابية ولكن أنه على حسب تزاوية التربيع مع البيت البيت فيا إما أنه نفسيتك بتكون ممتازة ووضع البيت عندك بكون ضاغط يا إما العكس يا إما بتكون نفسيتك تعبانة ووضع البيت عندك ممتاز هذه يعني هيك أنا بداي شرح البيتين مع بعض لأنه هاي الزاوية تربيع لازم واحد منهم يكون ضاغط على الثاني فيا بضغط على نفسيتك وبخليها هيك عندك نوع من أنواع المزاج السيء والأفكار السودة والأشياء هاي وبحسن وضع البيت بيخليه روتيني يا إما عندك وضع البيت زي ما ذكرنا يعني شوي فيه مناقشة وحدية وطباع وهذا ولكن البيت الأول بيكون روتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني جيدة شوي بتساعدك في بعض الأمور المالية بتدعمك ممكن أنه اليوم تنجز بعض الأمور المالية ولكن تكثر عندك الاهتمامات المالية بشكل كثير وممكن تقلق بسبب شاء مالي أو تكثر عندك المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء معنى روتينية على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك لكن العصبية واردة خصوصا في ساعات الظاهرة بتحملك أو تشحنك بنوع من أنواع الحدية في الطباع بالنسبة للبيت الرابع ذكرته أنا قبل قليل وذكرته في بداية الحلقة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء مرضو على المستوى العاطفي جيدة الحظوظ صارت تيجي باتجاهك في هذا اليوم ممكن تساعدك في إنجاز بعض الأعمال وممكن أن تعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية إليك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نشوفها إحنا متقلبي خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي أو مستوى الشراكة شراكة المالية والعاطفية بين الأزواج فبتحمل نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطباع أو سوء التفاهم أو ردة الفعل السلبية فعشان هيك حاول أنك أنت تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة ممكن يصير بعض الاهتمامات المالية أو الأمور اللي إلها علاقة في بنك أو إلها علاقة في مصرف أو إلها علاقة في ضريبة تأمين وتكون لصالحك بشكل قوي جدا وممكن تهتم ببعض الشؤون المالية إلك أو لغيرك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تسمع خبر من خارج البلاد يزعجك خلال اليوم أو يسبب لك نوع من أنواع الإرباك بدك تدير بالك وتكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى العمل أو على مستوى علاقاتك ومعارفك فممكن يساعدوك في مسألة معينة وممكن تنجز بعض الأعمال اللي إلها علاقة في العمل زي مثلا أمور يعني أمور خاصة بالشركة مثلا يساندك فيها زميلك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت المتاعب تقريبا من ساعات الصباح بتظهر بعض المسائل اللي بتضغطك فعشان هنا نقول لك ما ترهق حالك كثير في العمل وراقب وضعك الصحي وغذائك بشكل جيد ممكن اليوم إما أنك تقوم بزيارة مريض عيادة مريض إما في مستشفى أو في البيت أو يكون بتدل على تعب لا أحد المعارف أو الأحبة برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حاسم وبتقدم على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء إيجابية بالنسبة لإلك نفسيتك أحسن اليوم مشحون بطاقة إيجابية وفي نفس اللحظة عندك رغبة في التحرك وإنجاز بعض المهام أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ما زالت ضاغطة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو الاهتمام بمصاريف أو دفعات خلال هذا اليوم أو بحسابات يعني فيها نوع من أنواع الالتزام عليه أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التحركات زي ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع السلبية أو الحدية يمكن خلاف معين التزامات معينة سوء تفاهم أعطان المنزلية بترمم في البيت مثلا مشتريات للبيت هيك تكون ثقيلة عليك أو خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي يعني تقريبا الأمور بلشت مش بالشكل القوي ولكن بتحمل نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أثناء التعامل مع الحبيب أو التحسس من موقف معين أو أنك بتظلك تتذكر أشياء فبتظلك هيك شوي مستاء من تصرفات الحبيب أو تصرفات أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي ضاغطة على مستوى العمل على مستوى الصحة فبدك تدير بالك حاول تنجز أعمالك بشكل قوي ما تخلي أعمالك تتراكم عليك وفي نفس اللحظة ما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد بيدعمك على مستوى الشراك المالي والعاطفية والتقارب ما بينك وبين الشريك يعني ما بين الأزواج ممكن يعني خلاف معين كان بينك وبالماضي إذا اليوم ما استغلتوا للتقارب وتجاوزتوا سوء التفاهم ممكن اليوم برضو ما تقدروا إنكوا تنجزوا هاي الأمور وتتفاقم الأمور أو يظل الخلاف موجود يعني تصير زي نوع من أنواع المعاتبات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الضغط أو الالتزامات أو الدفعات أو الاهتمامات في أرصده في رصيد بنك مثلا أو بقرد معين أو أمور إلها علاقة ببنك مصرف تأمين ضريبة أشياء من هذا القبيل حاولوا برضو تحفظوا على مقتنياتكم من الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نحكي فيها جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بالدراسة أو المناقشة ولكن إذا عندك امتحان إذا تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ وفي نفس اللحظة يعني شوي بدك تدير بالك من الأوراق القانونية والمعاملات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العلاقات والمعارف وممكن اليوم يساعدوك في إنجاز بعض الأمور المهمة وممكن يدعموك في مسألة معينة وممكن تنجز بعض الأعمال يعني بالتعاون ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك في العمل أما بالنسبة إلى بيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا متقلبة خلال هذا اليوم ولكن أنا شايف الأجواء إيجابية ممكن تعتب أو تزعل على تصرف أحد الأصدقاء ممكن بسوء تفاهم أو بدون وعي أو بدون تركيز يتصرف تصرف فهذا التصرف شوي يسبب لك نوع من أنواع الزعل أو العتب أما بالنسبة ل بيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم ولكن ما ترهق حالك كثير راقب وضعك صحي راقب غذائك بشكل جيد ما تهمل تغذيتك وفي نفس اللحظة ممكن اليوم يحمل لك نوع من أنواع إما عيادة مريض زيارته مثلا أو لاهتمام بأمور إلها علاقة بمستشفى أو في شخص إله علاقة بالسجون برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بعود له أو يحصل على هدية ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية إعادة أهم إنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية خلال هذا اليوم يعني ما فيها لا شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتك تقريبا بتتعامل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو تعد لمسألة مالية أو دفعات أو التزامات أو ارتباطات ممكن شويهك تكون كثيفة عليك شوي ركز بشكل جيد ما ترهق حالك كثير وفي نفس اللحظة يعني حاول أنك أنت ما تصرف في المكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث أثناء تنقلاتك حواراتك نقاشاتك بدك تدير بالك لأنه أنت عصب المزاج عندك نوع من أنواع التقلب في المزاج اليوم فممكن تعصب أو تحتد أو يعني تتحسس من موقف معين فتصير عندك عصبية أثناء تنقلاتك بقيادتك للسيارة بدك تنتبه حاول تركز بكل جيد وما تتهور على أساس أنه ما يصير شيء لا سمح الله مثل حادث أو شيء سلبي في نفس اللحظة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الأعطال إلها علاقة بالهاتف أو إلها علاقة بالسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت الأمور بلشت تستقر بشكل جيد في نوع من أنواع التقارب الجيد أو التفاهم الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل زي ترتيبات أو اهتمامات أو عطل معين أو مشتريات التزامات بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني تقريبا بتتعامل على حسب طبيعتك بالنسبة للأمور العاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل تدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أو تنشط في إنجاز بعض الأعمال وفي المقابل ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها عمستوى الشراكة بتحمل نوع من أنواع الحدية أو التحسس من تصرف الشريك ممكن الشريك شوي مهمل بتصرفاته ممكن يهمل بحقك أو ممكن أنه ما يعطيك حقك بالكامل فتعتب أو تزعل أو تأخذ على خاطرك منه خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية خصوصا المشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك يعني زي بنك قرض بنك مساعدة بنكية أمور العلاقة بالضريبة تأمين مستردات مالية أشياء مثل هيك ممكن تكون جيدة ولكن بدك تحاول تدير بالك أنه على مقتنياتك من الضياع أنك تنسى مفتاحك محفظتك ما تعرفش أنت وين حطيتهم أو تنسى وين حطيتهم أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف الأجواء أنا فيها نوع من أنواع الحدية في الاتصالات ممكن شوي هذا الإشي يسبب إزعاج إلك أو يجيك خبر من خارج البلاد يزعجك أو يوترك الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط حاول برضو الأوراق القانونية والمعاملات أنك تركز فيها بشكل جيد بدون إهمال إذا عندك امتحان جامعي بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى العمل أو المؤسسات العملية ممكن اليوم تحمل لك بعض الفرص الجيدة للتقارب ما بينك وبين معارفك أو علاقاتك أو يكون فيه لقاء مهم تكرم فيه أو تمدح فيه أو ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمعاونة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو اللقاءات أو التعاون ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يكون لك مراجعة لطبيب خلال هذا اليوم برضو أو ممكن تسمع خبر يسعدك بأمر إلو علاقة بالعمل أو إلو علاقة بالصحة ممكن بعضكم يقوم بزيارة مريض أو مسجون مثلا في السجن كنوع من أنواع زيارة التي تطمئنا عليها أو يجيهم خبر منهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر